اجتمعت وزيرة التنمية المحلية من العود مع رئيس هيئة تنمية الصعيد الواء شريف صالح وذلك في إطار متابعة تنفيذ وجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكلفات رئيس مجلس الوزراء بالاهتمام بمحافظات الصعيد وتحقيق التنمية الشاملة بها وخلال اللقاء أكدت وزيرة التنمية المحلية على الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة والحكومة لتنمية محافظات صعيد مصر في جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد مشيرة إلى الطفرة التي شهدتها محافظات الصعيد في أهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية وتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين